يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا معناه أن الشخص الذي يخرج لطلب علم الدين ونيته التقرب إلى الله الله سبحانه وتعالى يجزيه على ذلك ثوابا عظيما وهذا فيه دليل على أهمية علم الدين في الشرع لأن الشخص إذا لم يتعلم علم الدين يكون عرضة لكل هلاك يكون معرضا نفسه لكل هلاك لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني الإنسان الذي أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في أمور دينه والإنسان الذي لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في أمور الدين والآن في هذا الزمن أغلب الناس أحوالهم أنهم لا يتعلمون علم الدين لا يتعلمون ما فرض الله عليهم من علم الدين علم الدين على مراتب ليس كل علم الدين في مرتبة واحدة بعضه أهم من بعض بعض علم الدين أهم من بعض هو كل علم الدين مهم وكل علم الدين إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية القدر الذي هو فرض عين هذا لازم على الإنسان أن يهتم به أكثر من اهتمامه بغيره لكن كل علم الدين فيه ثواب وفيه خير عظيم القدر الذي هو فرض عين يعني فرض على كل مكلف أن يتعلمه أيضا هذا ليس في مرتبة واحدة منهما يتعلق بالاعتقاد ومنهما يتعلق بالأحكام العملية أهم شيء في علم الدين الذي يتعلق بالاعتقاد بصحة الاعتقاد لماذا؟ لأن الشخص إذا صح اعتقاده كانت عقيدته صحيحة مهما جرى عليه مهما حصل منه إذا مات على العقيدة الصحيحة في النهاية لابد أن يدخل الجنة أما إذا الشخص كانت عقيدته فاسدة مهما عمل من الأعمال من صور الصلاة وصور الصيام والزكاة والصدقات الله تعالى لا يقبل ذلك منه مع فساد العقيدة الله تعالى قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يعني الشرط لقبول العمل الصالح عند الله الإيمان بدون الإيمان لا يقبل العمل الصالح كان امرأة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أبوها كان حاتم الطائي حاتم الطائي كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مشهور بالكرم الناس تعرف يقولون كحاتم طيء يعني من شدة الكرم إذا أرادوا مدحى الشخص يقولون مثل حاتم طيء هذه التقت بالرسول عليه الصلاة والسلام البنت فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه معناه أبوك مات على غير الإسلام لذلك لا نترحم عليه لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لغير المسلم الإنسان الذي مات على غير الإسلام الله لا يغفر له مهما فعل من أنواع الإحسانات في الدنيا في الآخرة لا يستفيد ثوابا على ذلك لا يستفيد حسنات كان رجل من أقارب سيدة عائشة رضي الله عنها من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل كان اسمه عبد الله بن جدعان كان شديد الفقر من شدة الفقر كره الحياة قال أنا أريد أن أموت فذهب في بعض النواحي البعيدة عن الناس وجد كهفاً قال أدخل فيه أجد نحو حية تقتلني دخل في هذا الكهف فوجد أناساً وضعوا على ألواح وكتب فوقهم أشياء ووجد أكوام من الذهب والفضة والجواهر ووجد شكل ثعبان لما اقترب وجده من ذهب وعيناه من الجواهر ولما رأى هذا المال أحب الحياة كان كره الحياة ويريد أن يموت لما رأى المال الإنسان في الغالب من شأنه أنه يكون فيه طمع أكثر الناس فيهم طمع كأنه طبيعة في الإنسان هذا الطمع لما رأى هذا أحب الحياة فجمع ما استطاع حمل ما استطاع ثم خرج وسد باب الكهف قال حتى أعود بعد ذلك وأخذ من هذه الجواهر الكثيرة ومكتوب فوق رأس واحد منهم صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في القرى ما جرى في الحلاب يعني معناه خذ عبرة من هذا هل رأيت شخصاً يستطيع أن يرد في الضرع ما قد خرج من الحليب من البقرة التي أخذ منها الحليب معناه ما فات من العمر لا يعود للإنسان معناه مطلوب من الإنسان أن يستفيد من الوقت في طاعة الله فيما له فيه خير خرج هذا عبد الله بن جدعان وصار كحاتم طيئ في الكرام صار يوزع المال على الأقارب على الناس حتى إنه صار يضع الطعام في طريق المسافرين فصاروا يتحدثون بكرمه عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقرد ضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل هل ينفاه ذلك؟ قال لها لا لأنه لم يقل يوماً ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين معنى كل هذه الإحسانات التي فعلها لم تكن نافعة له من حيث الثواب في الآخرة لأنه ما كان مسلماً ما كان يؤمن بيوم الدين بيوم القيامة والذي لا يؤمن بيوم القيامة ليس مسلماً معنى كل هذا في الآخرة لا ينفعه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب يعني إذا واحد سألكم طب الكافر قد يكون محسناً قد يكون يعمل الخير يطعم الفقراء يطعم الأيتام يشفق على الأرامل ماذا يستفيد من هذا؟ الجواب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا الله يعطيه على الحسنات في الدنيا صحة مالاً رزقاً رخاءاً في العيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا أفضى إلى الآخرة مات يعني لم يكن له منها نصيب ليس له نصيب في الآخرة لماذا؟ لأنه لم يكن مسلماً لم يكن مؤمناً فأعظم نعمة أعطاها الله للإنسان أعظم من نعمة الصحة والعافية الإيمان هذه أعظم نعمة إذا الإنسان فقدها فقد أعظم نعمة وإذا كانت فيه فهو في أعظم نعمة أعظم من الصحة أعظم من السماء أعظم من البصر فإذا واحد سألكم طيب إذا واحد كان كافراً لكن يعمل خيراً كثيراً ولا يؤذي أحداً هذا إذا مات لا نترحم عليه لا نقول الله يرحمه والله يغفر له الجواب لا الرسول قال لها لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه والرسول كما هو معلوم كان له عم يسمى أبا طالب هذا أبو طالب كان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزلت في حقه هذه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه يعني كان يحول بين الناس وبين الرسول حتى لا يؤذوه وهم ينهون عنه وينأون عنه يعني كان غير مؤمن بالرسول هو كان يعرف أن الرسول على حق لكن ما آمن وما قبل أن يتشهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه في مرض موته قال له لأبي طالب لعمه قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فصار ينظر إليه بعض كبار المشركين الذين كانوا حاضرين فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب عبد المطلب جد الرسول هذا كان من أهل الفترة لكن كان يعبد الأصنام أهل الفترة هؤلاء يعني ما سمعوا بدعوة النبي كان بين ارتفاع عيسى إلى السماء وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا قال أبو طالب قال إني على ملة عبد المطلب قال للرسول لو لأ تعيرني بها نساء من قريش لأقررت بها عينك إني على ملة عبد المطلب الرسول خرج من عنده صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب لا يعلم على أي شيء سيموت خرج وطلب من الله أن يهديه للإسلام حتى يغفر الله له ثم لما مات عرف الرسول أنه مات على الكفر من بلغ الرسول بموت أبي طالب ابنه علي رضي الله عنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا قال له قال له يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الكافر ما قال يا رسول الله ترحم عليه وما قال الله يرحمه مع أنه كان يدافع عن الرسول يمنع المشركين من إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الكافر فقال الرسول اذهب فواره يعني ادفنه ما قال له نصلي عليه ما قال الله يرحمه ما قال الله يغفر له نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أليس الرسول هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم نقتدي به ونأخذ منه نأخذ من فعله ومن قوله فالكافر إذا مات مهما كان محسنا مهما كان قريبا لنا لا يجوز أن نترحم عليه قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كيف يتبين أنهم من أصحاب الجحيم إذا مات على الكفر إذا مات على الكفر هذا لا يجوز أن يترحم عليه ولا يجوز أن يستغفر له ولا يجوز أن يدعى له بالتخفيف قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها عذاب جهنم لا يخفف عن الكفار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عن أبي طالب يكون في ضحضاح من النار يكون أخف أهل النار عذابا لماذا؟ لأنه ما كان يسب الرسول ما كان يؤذي الرسول ما كان يقاتل الرسول لكن كان كافراً من النار فقال عنه يكون في ضحضاح من النار يضع تحت عقبيه جمرتاني يغلي من أثرهما دماغه عن أبي طالب معناه هو معذب بهذا العذاب من أول ما يدخل إلى جهنم إلى ما لا نهاية له لأن عذاب الكفار لا ينقطع فكيف إذا واحد اليوم في هذا العصر مات على غير الإسلام مات على عقيدة فاسدة اليوم انتشرت بين الناس عقائد فاسدة هي خلاف القرآن في بلاد الشام وفي غير بلاد الشام بعض الناس يعتقدون أن الله تعالى يسكن الجهة الفوقانية الله تعالى هو خلق جهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وشمال وأمام وخلف هو خلق هذه الجهات وهو خلق المخلوقات الأجرام التي هي في الجهات هو خلق الإنسان الذي يشغل حيزا من الفراغ ومسكنه على هذه الأرض وهو خلق الملائكة الذين هم أجسام نورانية لا تضبط باليد لا تمسك مثل الإنسان الإنسان يقال عنه جرم كثيف والملائكة جرم لطيف يعني حجم لطيف لا يضبط باليد لا يمسك باليد أين أكثر الملائكة في الجهة الفوقانية من خلقهم الله ومن جعل مسكنهم في تلك الجهة الله الله الذي خلقهم لا يجوز أن يكون مثلهم ولا يجوز أن يكون متصفا بصفاتهم الملائكة لهم شكل ولهم حجم والملائكة خلقهم الله من نور سبحانه وتعالى والملائكة يتشكلون بأشكال الذكور بصور أشكال الذكور كما كان يحصل في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل بشكل بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام ومرة جاءه بشكل ما عرفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جسم مخلوق ويشغل حيزا من الفراغ الله الذي خلق الإنسان على هذه الهيئة على هذه الصورة على هذه الصفات وخلق الملائكة على هذه الهيئة والصورة والصفات لا يجوز أن يكون مثل هذا ولا مثل الملائكة ولا مثل أي شيء من الخلق فإن قيل لكم لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دع الله في غير الصلاة رفع بصره ورفع يديه هكذا في الدعاء لما كان يفعل ذلك هذا إشارة لتعظيم المدعو ليس معناه أن الله في جهة فوق لا الله كان موجودا قبل جهة فوق وقبل جهة تحت وقبل يمين وقبل شمال وقبل أمام وقبل خلف ماذا يقال عن وجوده قبل وجود هذه الجهات يقال موجود بلا جهة ولا مكان والله لا يتغير كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان لا يزال كما كان ثم الله تعالى ليس شيئا يتصور في القلب الشيء الذي يتصور في القلب يتمثل في القلب هذا شيء مخلوق الله خالق وليس بمخلوق الأشياء التي هي خلقها الله مما رأينا والأشياء التي هي خلقها الله سبحانه وتعالى مما لم نرى الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا وهذه الأشياء التي لم نرها يجوز أن نتصورها مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن العرش وجاء الكلام عن العرش في القرآن الكريم هل أحد منا رأى العرش الذي هو فوق الجنة ما أحد منا رأاه لكن نعتقد بوجوده كيف شكله كيف صفاته ما لونه لا نعلم ما رأيناه فإن نحن تصورنا العرش هو العرش سرير له أربعة قوائم إن نحن تصورنا العرش ما علينا ضرر لأن العرش مخلوق نحن سمعنا عن الجنة وآمنا بالجنة كما قال الرسول كما جاء في القرآن الكريم جنات النعيم نحن نؤمن بها هل أحد منا رأى جنة الخلدي لا لكن سمعنا وصفها من الرسول صلى الله عليه وسلم إن تصورناها في قلوبنا فأصبنا بالتصور يعني وافقنا الواقع أو لم نصب الواقع هل علينا ضرر لا لأن الجنة مخلوقة الجنة شيء مخلوق الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ يعني الجنة ما فيها ظلام كل ما فيها منور مع أنه ليس فيها شمس ولا قمر ورد في الشرع أن الشمس والقمر يكوران يلفان يطفأ نورهما ثم يقذفان في جهنم حتى يزداد عبدة الشمس والقمر عذابا ونكدا وألما فالجنة من غير شمس ومن غير قمر الأنوار فيها تتلاطم متلاطمة بالأنوار لما تسمعون هذا يصير عندكم تصور لهذه الأنوار التي في الجنة قد تصيبون بذلك وقد لا تصيبون لكن هل عليكم ضرر ما عليكم ضرر الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن شجر الجنة عن نخل الجنة قال سيقانها من ذهب كل شجر الجنة كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب هل رأينا شجرة ساقها من ذهب في هذه الدنيا لا لكن لما نسمع هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نتصور قد نصيب وقد لا نصيب لكن ما فيه ضرر لأن شجر الجنة مخلوق الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ساقها من ذهب أحسن من كل الدنيا وما فيها الشجرة التي في الجنة والثمر الذي فيها ألذ من كل ثمار الدنيا هذا رأيناه نحن لا ذقناه لا إن شاء الله كلنا يكون من أهل الجنة ونأكل من ذلك لكن إن تصورنا هذا هل من بأس ضرر علينا لا أما الله سبحانه وتعالى حين نقول الله موجود لاك الموجودات ممنوع يعني لا يجوز ليس مسموحا أن يحاول الشخص أن يتصور الله كيف يعتقد بوجود الله الاعتقاد الصحيح يقول الله موجود لاك الموجودات الله شيء لاك الأشياء الله موجود لا يتصور لا يتمثل في القلب لماذا؟ لأنه ليس مخلوقا المخلوق يتصور يتمثل في القلب أما الخالق مستحيل أن نستطيع أن نتصوره في قلوبنا فالشيء المستحيل الذي لا يتوصل إليه يسعى إليه يحاول الشخص أن يصل لشيء مستحيل أن يصل إليه ممنوع قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علم لكن الخلق لا يحيطون علما بحقيقة الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى ما معنى وأن إلى ربك المنتهى معناه إليه ينتهي فكر من تفكر معناه أفكار العباد لا تصل إليه معناه ممنوع على العباد أن يحاولوا تصور خالقهم ممنوع عليهم ذلك لأن الله قال وأن إلى ربك المنتهى احفظوا هذه الآية واحفظوا معناها قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر هذا من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى إليه ينتهي فكر من تفكر معناه أفكار العباد لا تصل إليه طب ما دام أفكار العباد لا تصل إليه هل مسموح للعباد أن يحاولوا التوصل إلى حقيقة خالقهم لا هم لا يستطيعون ذلك فالله سبحانه وتعالى معرفته تكون باعتقاده باعتقاده موجودا لا يشبه الموجودات وباعتقاده ذاتا متصفا بالصفات لكن ليست كصفات الخلق يعني مثلا نحن نقول عن أنفسنا فينا سمع وبصر وكلام فينا سمع وبصر وكلام وقدرة قوة الله سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر والكلام والقوة اللي هي القدرة يعني ولكن صفاته ليست كصفاتنا يعني نحن لما نقول نحن ذات جرم يعني وفينا روح الله جعلنا أحياء بوجود الروح في الأجساد فإذا فارق الروح الجسد صرنا أمواتا نقول الله ذات لكن لا كالذوات ذات الله ليس معناه جسم ليس معناه الجرم الجرم الجسم هذا في حق المخلوق ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق طيب نحن نقول نحن نسمع فينا سمع نحن سميعون ما معنى سميعون فينا سمع نسمع نسمع بسمع حادث شو يعني بسمع حادث مخلوق نحن نسمع بالآلة الله جعلنا نسمع بهذه الآلة ونبصره بهذه الجارحة ونتكلم بهذا الفم واللسان ومخارج الحروف أما هو سبحانه وتعالى سميع سمعه أزلي أبدي يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي الأبدي الذي ليس شيئا حادثا نحن إن سمعنا الآن أنا أتكلم أسمع نفسي وأنتم تسمعونني يحصل فيكم وفي سمع وكلام الذي أنا أنطق به هو عبارة عن حرف وصوت ولغة كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة لأنه لو كان كلامه ككلامنا لكان مثلنا والله يقول ليس كمثله شيء ولو كان سمعه كسمعنا لكان مثلنا والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء معناه له صفة السمع لكن ليس كسمع الخلق له صفة البصر ليس كبصر الخلق نحن نبصر بهذه الآلة يحصل فينا بصر أما الله يرى كل المرئيات ببصره الأزلي الأبدي الذي ليس كبصر الخلق وكلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة أما ما ننطق به من حروف الفاظ القرآن الكريم هذه الحروف مخلوقة نحن ننطق بها وهذا الكلام الموجود في المصحف الحروف المكتوبة لا شك أنها مخلوقة هذه كانت في الأزل لا ما كانت في الأزل هذه حدثت لكن لما نقول عن هذا كلام الله لأنه عبارة عن صفة الله الذي هو ليس ككلام العالمين ولا نطلق القول لا نقول كلام الله مخلوق لأن الله لا يتصف بصفة حادثة لماذا رفض الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن صفة الله حادثة لكن عند البيان والشرح نقول القرآن إن أردنا به الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى كما إذا قلنا كلام الله فهو لا شك أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة والقرآن إن أطلقناه وأردنا اللفظ المنزل الذي قرأه جبريل على الرسول عليهما السلام وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ لا شك أن هذه لغة عربية اللغة حادثة وحروف متعاقبة وصوت مخلوق جبريل مخلوق وقراءته مخلوقة وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق وقراءته مخلوقة ونحن مخلوقون وقراءتنا مخلوقة لتقريب هذا إلى الذهن ماذا يقول العلماء يقولون حتى يقرب هذا إلى الذهن لأن الشخص إذا كان ما سمع هذا من قبل قد يستغرب قالوا لتقريب هذا إلى الذهن لو أن شخصا كتب على حائط حروف لفظ الجلالة الله فسأله سائل ما هذا يقول الله هل معنى ذلك أن الله حل في الحائط أكيد لا ما معنى هذا لما قال الله معنى هذه الحروف دالة على الذات المقدس على الخالق الذي ليس كمثله شيء وهذه الحروف التي في المصحف الشريف التي نحن نتلوها هذه دالة على صفة الكلام الذي هو ليس ككلام العالمين هذا لتقريب هذا إلى الذهن حتى الشخص يفهم هذا الموضوع لأن هذا من أساس عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله ليس ككلام العالمين ويدل على ذلك بدلالة جدا واضحة أن الله قال في القرآن الكريم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقال في القرآن الكريم عن نفسه سريع الحساب ما معنى سريع الحساب ما معنى أسرع الحاسبين معناه الله هو يحاسب العباد ويفرغ من حسابهم في لحظة قصيرة فلو كان كلام الله بحرف صوت لغة كما إذا أراد ملك أن يحاسب رعيته لأكل زمانا طويلا لأن الله سيحاسب الجن والإنس سيحاسب كل الجن وكل الإنس كيف سيحاسبهم؟ ما معنى سيحاسبهم؟ الله كلامه الذي هو صفة ذاته شيء موجود أزلا وأبدا ليس ككلام العالمين حادث ويحصل وينقطع الله إذا أزال عن سمع العباد الحجاب المعنوي الذي يمنع من سماع كلامه الذاتي يسمع العباد كلام الله في يوم القيامة في لحظة الله يزيل عن أسمع كل العباد الجن والإنس هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمع كل العباد الجن والإنس كلام الله وكلهم يفهمون السؤال يفهمون السؤال عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ويفرغ من حسابهم في لحظة قصيرة لو كان كلامه حرفا وصوتا ولغة لأكل عليه زمانا طويلا كم عمر إبليس؟ الله أعلم متى خلق إبليس؟ أبو الجن الذي هو أبو الجن المؤمن والكافر الذي هو رأس الكفر إبليس متى خلق قبل آدم؟ خلق قبل آدم متى يموت عند النفق في الصور؟ يعني ما زال حيا إلى الآن كم قال من الأقوال الفاسدة؟ كم فعل من الأفعال الفاسدة؟ كم وكم؟ هذا وحده إبليس لو كان حسابه بالسؤال بالحرف والصوت واللغة كم يأخذ من السنين؟ الله أعلم والله يقول عن نفسه سريع الحساب ثم بدوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين معناه أنا أسرع من كل حاسب فلو كان حسابه بالحرف والصوت واللغة لكان أكل زمانا طويلا فهذا من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة أن كلام الله الذي هو صفة ذاته له حرف وله صوت ولا هو لغة أن الله سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يكون كلامه كالكلام الذي ننطق به نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ننطق بالباء ثم تنتفي ثم السين ثم الميم وهكذا إلى أن نصل إلى الميم الأخير الله تعالى لا يجوز أن يكون نطق بالقرآن الكريم كما نحن ننطق به فلذلك العلماء يقولون الله لا يسمى ناطقا يسمى متكلما ما معنى متكلما أي متصف بصفة الكلام الذي هو ليس ككلام الخلق لهو لغة سوريانية ولا عبرانية ولا عربية ولا غير ذلك من اللغات لأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى نزل به جبريل على عيسى باللغة السوريانية غير العربية والتوراة التي أنزلت على موسى باللغة العبرانية غير السوريانية وغير العربية هذه لغات مخلوقة لا يجوز أن تكون صفة لله سبحانه وتعالى هي عبارة عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الآن نحن في هذا المجلس بفضل الله تكلمنا عن الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى كيف يكون على الوجه الصحيح والاعتقاد في صفة السمع والبصر والكلام هذا مجلس لا يسع أن نقول فيه كل العلوم الضرورية الإنسان الذي يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم أي الضروري فريضة أي شيء مفروض عينا على كل مسلم يعني على كل مسلم مكلف بعينه يعني لا يجوز له أن يقصر في ذلك لأنه بدونه بدون علم الدين لا يعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة الفاسدة بدون علم الدين كيف يميز بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة بدون العلم لا يعرف كان بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام مر في أحد المجالس دخل شخص إلى المسجد والرسول مع الصحابة صلى فيما يراه صلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول رآه ما أتى بكل لوازم الصلاة فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وعمل كما فعل في الأول وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في مجلس واحد قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وفعل كما فعل في المرة الأولى والثانية فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال يا رسول الله أنا لا أحسن إلا هذا يعني هكذا أظن الصلاة فالرسول ما قال له على نيتك كما يقول بعض الجهار اليوم يقول نيتو يصلي خلاص صلى الرجل نيتو يزكي زكى الرجل نيتو يصوم صام الرجل لا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدوا أخاكم علموه كيف تكون الصلاة على الوجه الصحيح بدون علم الدين كيف يضمن أن عمله موافق للشريعة لا يستطيع أن يضمن إن لم يتعلم علم الدين إن لم يعرف الأحكام لا يضمن ثم الله تعالى قال في القرآن الكريم كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قبل هذا ولا تقف ما ليس لك به علم يعني اللسان لا تخض فيما لا تعلم إن السمع يعني في مسؤولية باللسان والسمع والبصر والكلام وجميع الجوارح التي أعطاها الله للإنسان الرجل البطن الفرج اليد العين كل هذا الإنسان المكلف عليه فيه مسؤولية طيب إن لم أتعلم أنا ما هي المعاصي التي تكون باليد كيف أضمن أنني لا أقع في معصية متعلقة باليد إن لم أتعلم المعاصي المتعلقة بالرجل كيف أعلم ما هي الأمور التي حرام علي أن أسعى برجلي إليها إن لم أتعلم معاصي العين كيف أعرف ما هو الحرام أن أنظر إليه إن لم أتعلم معاصي اللسان كيف أعرف بدون علم لا أعرف الله قال في القرآن الكريم كل أولئك كان عنه مسؤولا على الإنسان في هذا مسؤولية فإذن عليه أن يتعلم أكيد أظن كلكم تعرفون لو إنسان منا ذهب إلى أمريكا أو إلى أوروبا ثم فعل ما يخالف النظام فأرادوا أن يعاقبوه فقال لهم ما كنت أعلم ماذا يقولون له عبارة مشهورة يقولون له القانون لا يحمي المغفلين يريدون بذلك كان عليك أن تتعلم قانون البلد وأن لا تخالف القانون حتى لا تعاقب سنعاقبك واحد حكالي عن نفسي كان في سويسرا ذهب وتزوج سكن هناك رمى شيئا من الشباك قال الشرطة ضبضته قال له غرامة مئة فرنك لأنك رميت هذا الشيء قال له أنا أصلي من بلدي كذا ما كنت أعرف أنا غريب جئت إلى هنا من جديد قال له هذا يعلمك أن لا تكرر هذا هذا يتكلم عن نظام دنيوي من وضعه إنسان وضعه الشيء الذي أنزله الله بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأوامر والنواهي هذا ألا يلزم هذا المكلف أن يتعلم ماذا فرض الله عليه وكيف يؤدى ما فرض الله عليه حتى يفعل هذه الطاعات الواجبة أليس عليه أن يتعلم ماذا حرم الله عليه ما هو الشيء الذي حرمه الله علينا أن ننطق به وأن نسمعه وأن ننظر إليه لازم المكلف أن يتعلم ما فرض الله عليه إن لم يتعلم عليه مسؤولية هو يتحمل هذا الشخص الذي قصر في التعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم وعلم خيركم من تعلم وعلم يعني خير الناس الإنسان الذي يتعلم ثم يعلم الدين سيدنا علي مما فهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لم يتعلم وويل لمن تعلم ولم يعمل ما معنى الويل الويل هو الهلاك الشديد قال ويل لمن لم يتعلم أنتم يعني تعيشون مثلي بين الناس أكثر الناس تعلموا ما فرض الله ما تعلموا ما فرض الله سيدنا علي يقول مما فهمه من الرسول ويل لمن لم يتعلم وويل لمن تعلم ولم يعمل الناس اليوم أكثر اهتمامهم بعلوم الدنيا بالعلوم الكونية بالعلوم الموصلة للمال أكثرهم لا يلتفتون إلى علم الدين فيجب على المكلف أن يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين حتى لا يكون عرضة للهلاك بدون علم الدين الشخص لا يضمن أنه بعمله يوافق الشريعة لا يضمن أنه بيده لا يخالف الشرع أنه برجله لا يخالف الشرع وفي الشرع الجهل ليس عذرا في الشرع الجهل ليس عذرا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجهال بعضهم يقول لا إذا كنت لا تعلم ما عليك شيء إذا كان إن كان لا يعلم ليس عليه شيء لماذا يتعلم كأنهم يقولون للناس اجهلوا حتى لا تعاقبوا تعلموا حتى لا تقعوا في معصية الله ليس اجهلوا كلام هؤلاء كأنهم يقولون للناس طالما أنتم جهال ما عليكم شيء فإذا لا تتعلموا لأنهم يقولون له إذا كنت لا تعرف مع ليش من أين جاءوا بهذا الكلام الرسول قال طلب العلم فريضة على كل مسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ليس مسموحا للشخص أن يبقى على جهل في أحكام الشريعة ليس مسموحا له أن يبقى على جهل فيما فرض الله عليه من الأمور الواجبة التي هي تلزمه ليس مسموحا له ذلك فالذي يريد النجاة لابد أن يتعلم أن يتعلم علم الدين ليس بالمطالعة في الكتاب لنفسه بلا معلم لا أن يتعلم بالطريق الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم فما قال وإنما العلم بمطالعة الكتب أو بالبحث في التليفون في الإنترنت لا قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم يعني بتلقي علم الدين من أهل المعرفة الثقات هذا الطريق الوحيد لأخذ علم الدين لا يوجد طريق آخر وإلا لو كان في طريق آخر لكنا قلنا للناس بدون تعب هذا الكتاب خذوه واتفقه في هذا الكتاب ما كنا شرحنا للناس وما كنا درنا على الناس وسافرنا في بلاد الأرض حتى نعلم الناس بالمشافهة كما نحن تعلمنا لا كنا قلنا لهم خذوا الكتب وخذوا منها الكتب في الغالب لا تخلوا من الأخطاء الكتب في الغالب لا تخلوا من الأخطاء حتى أيام العلماء العاملين في الماضي قبل هذه المطابع كان العالم يستأجر من ينسخ له طب كل من استؤجر لنسخ الكتاب يكون من الثقات قد يطلع شخص لا يخاف الله فلا يحسن النسخ فيطلع سقط في الكتاب فهل يعتمد على أن يحمل الشخص المخطوط قبل الطباعة ويطالع لنفسه حتى يأخذ علم الدين لا لا بد من عالم يصلح له إن كان فيها سقط يصلح له إن كان فيها غلط لأن أكثر الناس ليسوا أتقياء وكثير من الكتب دس فيها أعداء الإسلام اليهود دسوا في الكتب المشبهة دسوا في الكتب دسوا في كتب المسلمين في كتب الفقهاء في كتب حفاظ الحديث كم وكم من الأحاديث وضعت على الرسول يعني كذبت على الرسول كيف يعرف الشخص أن هذا الحديث ثابت عن الرسول أو مكذوب على الرسول يأخذه من أهل العلم هم يعلمون هم يقولون له هذا ما قاله رسول الله يعلمونه القواعد التي يعرف بها أن هذا الحديث مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الآن في هذا الزمن أيضا في بلاد المسلمين انتشر شيء يسميه الفقهاء الكفر اللفظي الكفر القولي يعني أنا ذهبت إلى عدة بلاد ذهبت إلى الأردن كنت فترة درست هناك كنت أسمع من الأطفال الصغار ابن سبع سنوات يسب الله الرجال يسبون الله النساء يسبون الله أخبرني رجل من أصدقائي معه باسبور أوروبي قال لي ذهبت لزيارة المسجد الأقصى قال لي الذي أحزنني أنني في الطريق كنت أسمع سب الله أنني عند حائة المسجد الأقصى أسمع سب الله كنت أسمع الصغير يسب الله المرأة يسب الله الرجل يسب الله من سب الله ليس مسلما لو كان غضبان لو كان يمزح هذا ليس مسلما لما ذهبت إلى المغرب درست هناك مدة والتقيت ببعض المشايخ سألت بعض الناس من العوام سيارة الأجرة لما أركب أعلمه درسا في العقيدة قلت له هنا يوجد الكفر اللفظي يسبون الله قال لي كثير ظننت أنهم بعيدون عن هذا قال لي كثير يسبون الله تعالى هذا في المغرب يعني بلاد المسلمين هذه في مصر كثير من الناس يسبوا الدين والعياذ بالله كثير من الناس في مصر عندهم اعتقادات فاسدة ركبت في سيارة أجرة بدأت أكلمه في العقيدة فقال لي بلهجته المصرية ضربنا موجود في كل جزء من العالم قال على زعمه الله موجود في كل شيء من العالم يعني في الطاولة في الأرض في الحائط والعياذ بالله الحمد لله أصلحت له وتشهد هذا الرجل لكن في سوريا كذلك كنت أذهب أدرس قبل هذه الحرب التي حصلت فالناس الذين يسمعون يقولون لي هنا يصبون الله تعالى كثيرا يعني كنت في بيت ناس أخذوني إلى أقاربهم جمعوهم مثل هذه الجمعة فبدأت أحذر من الكفر اللفظي قلت لهم كالذي يقول والعياذ بالله دوخت ربي جننت ربي هلكت ربي هذا كثيرا يقولونه في لبنان والشام وفلسطين والأردن فامرأة كبيرة جالسة في المجلس مع ابنتها فاقتربت من ابنتها سمعتها قالت لها من إحنا هيك منقول يعني هذه الكلمات الكفرية التي أحذر منها امرأة كبيرة تضع غطاء الصلاة قالت لابنتها من إحنا هيك منقول يعني نحن ننطق بهذه الألفاظ التي هي كفر صريح ما معنى صريح ما لها تأويل وهي ماذا تظن بنفسها أنها مسلمة وأنها تصلي وتذهب للحاج هل ينفعها كل هذا مع الكفر لا شيء أخير أقول لكم للعبرة أخذوني مرة لما كنت في الأردن إلى بيت امرأة عمرها نحو ثمانين سنة صارت تحدثني عن نفسها قالت لي أنا أصوم يوما وأفطير يوما أنا أقوم كل يوم أصلي الليل كل يوم كل يوم كل يوم ففرحت لذلك لما سمعت هذا ثم أثناء حديثها قالت ضيعت المفتاح مفتاح خزنة قالت جنن ربي والعياذ بالله من الكفر فكلمتها بلطف وبإرشاد وإلى أن قبلت ونطقت بالشهادتين فقلت الحمد لله أنها نطقت بالشهادتين لأنه أضاعت عمرها هذه بعد أن نطقت بهذا الكفر ثم لما أردت الخروج جاءت إلى الباب لتوديعي قالت لي بس اسمع يا شيخ أنا ما كفرت لما قلت هذه الكلمة كل الذي كلمتها به وشرحت لها وقلت لها ما جاء في القرآن والحديث وأن الشخص إذا نطق بلفظ الكفر لو عن غضب لو عن مزح يخرجه من الإسلام هذا نتيجة الجهل شيطانها قال لها كيف تقبلين وأنت في الثمانين أن يكون ضاع عليك كل ما فعلت من صوم ومن صلاة هذا الجهل يهلك صاحبه يفتك بصاحبه كما يفعل الصوم بمن يتناوله فالذي يريد النجاة ماذا يفعل؟ علم يتعلم علم الدين ثم يطبق تطبيقا كاملا حتى يكون من السالمين الله تعالى يجعلنا من الناجين الله تعالى يجعلنا من الناجين اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم احينا على عقيدة اهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة اللهم اكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا ارحم الراحمين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نهلل مع بعض شكرا